اشتركوا في القناة بعد قليل في خلو مسار ورح ينتقل للعذراء يعني اغلب اليوم رح يكون او توقعاتنا رح يكون انتقال القمر للعذراء لانه يوم الثلاثاء القمر في العذراء القمر الان موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لمنزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج في حلقة الامس ذكرنا انه عن اليوم انه في خلو مسار يعني في مساء الامس انه في خلو مسار او موعد بث الحلقة وهو يوم الاثنين في عنا خلو مسار خلو المسار هذا رح يبدأ بعد بث الحلقة لانه احنا من بث الحلقة من مساء يوم الاثنين رح يبدأ خلو المسار بعد بثه بربع ساعة يعني بخمسة عشر دقيقة رأي عني رح يبدأ خلو المسار من الساعة ثنتين وخمسة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لينتقل القمر ويستقر في برج العذراء هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء ليلة بث الحلقة اللي هو ليلة الاثنين القمر بنتقل ويستقر في برج العذراء عشان هيك طيلة يوم الثلاثاء منعود لطبعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفاحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود هي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول والمهدئات وبوسع نقتنع حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التزديس الايجابية بين عطارد وبين نبتون وقلنا ان هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين ونصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حوله دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي مستمرة تأثيراتها لغاية يوم تسعة اثنين ابتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة وننظر للحياة بتفاول اكبر كما انه بتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي اليوم اخر يوم لتأثيراتها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين المريخ طبعا هاي الزاوية بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب واكثر المتضررين هم المتزوجون لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو اليوم اخر يوم لتأثيراتها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين اورانوس وانه انه بالفترة اللي تشكلت هاي الزاوية بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما بيتمرد بعض الابناء على اهلهم وغالبا ما بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية اما بالنسبة للزاوية تبعة اليوم اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين المريخ وهي تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا ولغاية صباح يوم الاربعة هاي الزاوية هي زاوية يعني شوي صعبة بتدروتها ساعة تسعة واربع دقائق مساء بتوقيت جرينتش هاي الزاوية بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس العمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين يعني بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لأنه بدأ القمر يتناقص فعشان هيك مخاطره بلشت تخف علينا مناسب طبعا لعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ممكن علاج أو فحصات لهذه الأعضاء مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج العذرة معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس تسعة اثنين بيبدأ في تمام ساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام ساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقر القمر بعدها ويستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر التناقص المكتمل عمره سبعة عشر يوم في تمام الساعة أربعة وواحد وخمسين دقيقة بعد العصر بصير عمره ثمنتاشر يوم نسبة الإضاءة تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحسه بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن ومستمر طيلة النهار بنفس النسبة القمر في الأسد وينتقل للعذراء زي ما حكينا ورح يضل في العذراء لغاية يوم تسعة اثنين سعيد الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة ستين في المية ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشرة في المية ويكمل طيلة النهار على نفس النسبة عطارد في الجدي حتى يوم احدى عش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم عشرين اثنين سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة خمستعش في المية زحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد بنسبة خمستعش في المية قرى نصف التاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم العمل أكثر من المعتاد خلال هذا اليوم وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم لأن القمر صار في بيت العمل والصحة فعشان هيك برضو بتكن تنتبهوا لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة وحاولوا أنكوا يعني تكونوا مارنين عشان تتوصلوا لاتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء وشركائكم وزولائكم في العمل وحاذروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر صار في البيت الخامس لألكم يعني بيت الطاقة والحظ والحب فعشان هيك بتضر رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفرق بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ويكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا وبتشعروا بالطمأنينة والراحة برج الجوزاء ابتنشطوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تشعروا ببعض التعب أو الحزن وممكن تبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لألك ابتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة لأن القمر في البيت الرابع ومنتحس أيضا يعني بجعل بعض الضغوط العائلية برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر والتنقلات يعني بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم حاولونكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجل اللقاء مهم بالنسبة لكم اليوم أو اتصالات مفيدة ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هذه الفترة والأيام المقبلة أيضا برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بأمور مالية أهم مش أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقظين قبل التوقيع على الأقود وحاولوا أنكم تحددوا أهداكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون الأجواء مميزة وإنت اليوم راح تكون مميزة أيضا بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة وممكن تطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد اليوم عندك حماسة ووضوح بالأفكار برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم رغم أنه بسيطر التعب الشديد عليكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فممكن تفكروا في إلغاء الموعيدة أو الابتعاد عن الأضواء حاولوا أنكم تحموا نفسكم من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية وتعتبر فترة محبطة جدا وبخيبة للآمل برج العقرب بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنكم ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة وإلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم وتمتعوا اليوم تتمتعوا أنتم بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنوا مجزوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم وتجنبوا التصرف الارتجالي ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر نضهوا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل برج الجديد بتنشطوا اليوم في السفر والاتصالات لكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم عندك اندفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ابتطمئن خواطرك وبتختفي هواجزك وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص والمكاسب لأنه اليوم إيجابي وفي كثير من الفوائد لا إلك برج الدلو اليوم رح تركزوه على تفحص حساب مالي مشترك ولكن بتكو تخففوه من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنكوا تكونوا مارنين وما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضيه مختلف الأطراف وحاولوا أنكوا ما تهملوا لا ملف ولا قضية برج الحوت ابتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة أهم شيء تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل لأن هذه الفترة رغم أنه فيها بعض الإيجابيات على مستوى الشراكة إلا أنه تحمل ضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب إذا عصبت أو عبطت هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء